مع جو الأزمات السياسية المستمرة التي تشهدها الساحة العراقية وجدل القوانين التي مررتها السلطة التشريعية سابقا وتسعى لتمريرها حاليا أثرت المساعي البرلمانية حول التعديلات على قانون الجنسية العراقية جدلا واسعا وانتقادات شعبية وسط مخاوف كبيرة من تبعات هذا التعديل وأهدافه وتداعيته ففي سابقة تاريخية للبرلمان الحالي في العراق الذي أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الجنسية المقدم من لجنتي الأمن والدفاع والقانونية وينص التعديل الجديد على منح الجنسية العراقية لمن أمضى سنة واحدة في العراق التعديلات قوبلت بالرض والاستنكار فقد اعتبر مراقبون وناشطون تعديل القانون انتهاكا لسيالة العراق ومحاولة لتدمير نسيجه المجتمعي وسط مطالبات شعبية بإيقاف هذه المحاولات النائب محمد إقبال اعتبر التعديلات انتكاسة خطيرة مؤكدا أنها ستؤدي لتغيير ديمغرافي كبير نتيجة عمليات المنح غير المدروس بل المقصود في بعض الأحيان فيما أشار الكاتب والسياسي حسن العلوي إلى أن الهدف من هذا القانون هو تجنيس الزائرين وهو ما يعني أنه خلال سنتين فقط ستملأ بغداد بأكثر من ثلاثة ملايين إيراني مضيفا أن كل من أعد وساند ووافق على تلك التعديلات ليس عراقيا فالوقت ذاته تمنع آلاف العوائل النازحة من العودة إلى مدنها رغم انتهاء العمليات العسكرية هناك وتصر الميليشيات المدعومة حكوميا على إفراغ المدن من سكانها الأصليين واستبدالهم بآخرين في عملية تغيير ديمغرافي على أساس طائفي ووفقا لتقارير محلية وبرلمانية عراقية فإن عشرات المدن ومئات القرى العراقية تعرضت لعمليات تغيير ديمغرافي كبيرة منذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 ولغاية الآن ترجمة نانسي قنقر